مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الجمعة 25 ايلول سبتمبر اليوم العمار مرافقنا من برش ترابي برش الجدي والاجواء اليوم مفروض تكون جيدة للأبراج الترابية موالي برش الجدي اكيد بالطليعة ايضا مواليد برش العذراء ومواليد برش الثور يلي متابع الأبراج الأسبوعية بقدر بيعرف انه مكمل معنا الأمر ببرش الجدي لصباح السبت على كل كيف بده يكون هذا اليوم لجميع الأبراج وطبعا نحن موجودين صرنا بفصل الخريف الشمس صارت موجودة ببرش الميزين وفي عندنا مربع اصلا اليوم بين الأمر والشمس فخلونا نسمع ونشوف هذا اليوم كيف بده يكون البداية مع برش الحمل مواليد مواليد برش الحمل اليوم الأمر ووجوده ببرش الجدي وفي مربع مع الشمس يلي هايدي الشمس هي عم بتويشهاك هذا معناتها انه هنالك بدل الضغط ضغطين وهنالك بدل مسئولية مسئوليتين وهنالك بعض الأمور يلي نوعا ما تحضر عندك وبتحط حالة بتفرض حالة يمكن على جدول أعمالك فحاول تطول بيلك اليوم لأنه يوم متعب ويوم جمعة طويل سواء أنكت مشغول مع العيلة أو عندك أمور منزلية أو أمور خاصة أو بالشغل ذاك تطول بيلك يلي لازم ينتبه جدا ويبعد عن المشاكل هو مولود 16 و17 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور بعتبر اليوم مولود برش الثور من الأبراج يلي معقولة كتير ومش شوي تقضي نهار كتير حلو نهار ناجح نهار سهل نهار بيحمل تقدم ونهار بيعطي نتائج ممتازة أعتبر اليوم مولود برش الثور من الأبراج اللي بتستحق أنه تنتصر وإذا عم تشتغلوا اليوم فيكن تقولوا أنه شغلكون اليوم ناجح جدا الأكثر حظا هي طبعا بعتبره كل مولود برش الثور بشكل خاص 7 8 13 14 16 17 أيار مايو بنت إلا برش الشوزاء اليوم مولود برش الشوزاء عم ترتاحوا من مشاكل يمكن ديقتكم في اليومين السابقين فاليوم هو بداية انفراج طبعا وجود الشمس في برش الميزين هو بداية انفراج رسمي يعني رسميا دخلتوا بمرحلة انفراجات فاليوم نهار حتى لو لقيتوا أنه في بعض الأمور يلي عم بتجربوا وعم تشتغلوا عليها شوي أكتر لحتى يمشي حالة كملوا لأنه رح بيكون بانتظاركم مفاجأة سارة بنهاية الأسبوع تبقى المواليد الأكثر حظا بعتبرها مواليد 23 و24 أيار مايو كمل مع برش السرطان اليوم بالنسبة للكم مواليد برش السرطان لازم تنظموا وقتكم أفكاركم مشاعركم عواطفكم أولوياتكم لحتى ما تحسوا حالكم أنه ملحوئين ملحوئين باللبنان يعني معجوئين والأمور كلها فوق بعضها والأمور متزامنة فهناك بعض المسئوليات يلي عند مواليد برش السرطان يمكن اتعبكم شوي لكن الجو فيني يقول أنه بيتحسن قبل ما يخلص نهاية الأسبوع فطولوا بالكن ما تكون بالكن أصير طولوا بالكن الأمور إلى تحسن لكن تدريجي مش اليوم اليوم بيتكونوا رأيين تبقى المواليد بيتبرا أكثر تعبا من غيرها 14, 15, 18, 19 تموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة للمواليد برش الأسد اليوم هو يوم يوم شغل هلا أوكي نهار جمعة أنتوا يمكن مشغولين بالبيت يمكن أخدين من الشغل طافين السلولار الموبايل أوكي لكن رح بتلاقوا حالكن لسببا أو لآخر أو لأكثر من سبب مشغولين ومش فاضين مش فاضين يعني إذا ما نكونوا مضبطين اليوم شو بدكن تشتغلوا يوم الجمعة رح بتلاقوا حالكن أنه يوم الجمعة اللي هو يوم إجازة للكثير رح بيكون يوم جمعة متعد وطويل جميع الأحوال هناك تجاوب معكن مش إنه رح يروح هذا اليوم سدى على أكثر حظا اليوم فيها تكون مواليد 13 14 و 15 أب أغسطس بنتقل لبرش الميزين عفوا لبرش العذراء مواليد برش العذراء ووجود الأمر في برش الجدي هاي دي خبر حلو بالنسبة لأي لكم خبر جيد جدا خبر حلو بيرد لكم الأمل وبيعطيكم قوة وبيعطيكم حماسة وبيعطيكم تفاؤل اليوم النهار فيكون حامل لأخبار السرة قد يحمل نوع من تفاؤل إيجابي إضافي ويبشركم بتغيير ولنه تغيير صغير إضافي ولنه جديد على روتينكم اليوم النهار مناسب جدا لحتى تحطوا بهذا اليوم شوية تقل شوية تقل يعني شوية مجهود لأنه رح يعطيكم في المقابل نتائج جيدة جدا كلكن بصراحة فيكن كونوا محظوظين اليوم شكل خاص 2-3-10-11-15-16-18-19-September بنتقل لبرش الميزين مواليد برش الميزين اليوم الأمر موجود ببرش الجدي يلي هو بالنسبة لكم البيت الرابع يعني مواليد برش الميزين في عنكن اليوم ضرورة إنكن تلتفتوا لنواقص أو لحاجات أو لمتطلبات بتخصكن يمكن أنتو شخصكن صحتكن أموالكن نواقص عندكن إياها أو البيت الولاد الأهل شريكم الحياة أمور نوعا ما عم بتجربوا إنكن تهربوا منها لكن ما بقى فيكن لأنه شامس صارت ببرشكن صار ضرورة إنكن تتطلعوا على كل الأمور بظرف تقريبا ثلاثين يوم راح تشوفوا حالكم إنكن عم تتطلعوا على الكثير من التفاصيل بحياتكن لحتى تشتغلوا عليهم هيدا هو معنى وجود الشامس ببرشكن وخلالها ثلاثين يوم راح بتعيدوا عيد ميلادكن تقلبوا صفحة وبلشوا صفحة جديدة خلالها ثلاثين يوم راح تتطلعوا على الكثير أو ستصلت الأضواء على الكثير من النقاط يلي لازم تتطلعوا عليها ولا يجوز تجهلها مثل اليوم مثلا أمور عائلية شخصية بتكون تطلعوا عليها فيها تكون إيجابية أنا ما عم بقول لا يمكن عم تحتفلوا عم تحتفلوا عم تفرحوا عم بتهايسوا ويمكن يكون في بعض الأمور المثابة بنت إلا برش العقرب بالنسبة إلا برش العقرب اليوم بعتبروا يوم جيد مناسب لحتى تفحصوا ضميركن تعيدوا النظر في بعض الأمور وإذا بدكن تقرروا على أي شيء أوكي ماشي الحال لكن بدكن تاخدوا وقتكن يعني مش ضغري نقول آه أوكي خلص ما أبدي فجأة لا مش إنه خاطرة عبالكن بدن ناخد قرار اليوم غير مناسب لذلك في أفكار كتير رح تخطر عبالكن لكن هذه الأفكار الكتيري بحاجة إلا كتير غربة لي بتكون تمرقوة بكتير فلترز لحتى تطلعوا بنتيجة صائبة فاليوم نهار عنكن أفكار عنكن حركة عنكن قدرة عنكن طاقة جسدية وفكرية لكن ما تصدقوا كل شيء كونوا حذرين وانتبهوا من الـ بشكل خاص 22 نوفمبر تشرين التاني بنت إلا برش القوس يوم سعيد لموالي برش القوس يمكن بعض الأبراج مسعوشة ومتضيقة اليوم موالي برش القوس من الأبراج اللي فيها تكون مهيسة وفرحانة ومبسوطة ومنطلقة بقوة من الأيام الحلوية اللي بتفرح موالي برش القوس وبتفرحك انت بحد زيتك مولوب مش القوس وسوف تحمل هالبهجة لمن حولك أوكي يمكن هني ما فرقاني معاون لكن انت وانت قادرين تقضوا انهار مثمر ومفيد أمور صغيرة مش بالضرورة ما بقى عم نتطلع بسنة الـ 2020 لأمور كبيرة سننا عم نتطلع لأشياء صغيرة كنا عم نتجهلها في السابق هلأ بهيد السنة يلي عم تجبرنا نقض بدائرة صغيرة اللي كان بالبيت أو مع الأهل أو أنجع نروح الشغل ونجي عم تجبرنا نتطلع بتفاصيل صغيرة ما كنا عيش عينا من قبل فموالي برش القوس هناك شيء جديد حلو بانتظاركن يمكن تتعلموا يمكن مهارة جديدة يمكن لغة جديدة انتوا على الـ Online يمكن رسم يمكن أي شيء يمكن بل شو تكتبوا يمكن بل شو تقروا في كتير من القصص عند موالي برش القوس وبانتظاركن يوم سعيد بنت إلا برش الشدي مع وجود الأمر ببرشكن والشمس بأعلى نقطة بدائرة الفلكية أعتبر هذا اليوم رسميا من أهم الأيام عند موالي برش الشدي بسنة 2020 هلأ ما معناتها انه شلنا الزير من البير لكن هناك نوعية وقت كتير قوية وكتير امهمة هلأ فيه أشخاص يمكن عايشين بمناطق من هالعالم عم بيقدر يلبيلهم متطلباتهم نحن مثلا اللي عايشين بلبنان أو عايشين ببعض الدول من حولنا يمكن بلادنا عايشة بضائقة يمكن في عنا البلد ماشي بضائقة مالية يمكن ما فيه شغل يمكن من بسبب يمكن الكوفيد الفيروس حسب كل بلد فحسب قدرة البلد ليعطي هالمواطن فبقلو اللي مولود برشد شدي بانتظارك فرصة كتير حلوة بتمنى تقدر تاخدها بنت إلا برشد دلو موالي برشد دلو يوم بسيط جدا بسيط لأنه هادي ما معناتها فاشل لا لكن عم بيقلك انه اليوم بدييك انت أو انت مولودة برشد دلو ترتاحوا شوي انطرو ليوصل الأمر لبرشكون وبتهيسوا عند إذن لازم تسمعوا الأبراج الأسبوعية موالي برشد دلو اليوم نهار يمكن يخزلكم أو يخيبلكم أملكم إذا كتير تحشتوا اليوم مش لا تحشي اليوم نهار لا تعدوا عقلين لا تفرحوا بأمور كتير صغيرة كتير بسيطة وجربوا تفرحوا فيها لأنه يوجد فرحة بالتفاصيل الصغيرة اليوم انتبهوا من التأخير وانتبهوا من العجأة وانتبهوا من المحتالين كمل مع برش الحوت موالي برش الحوت لازم تعملوا شي اليوم موالي برش الحوت لحتى تدخلوا أو تعملوا فرق بحياتكن اليوم نهار جيد لازم تفرحوا لأنه الشمس بطلت بموقع معاكس لإلكن هناك نوع من انفراج نوع من تنهد أو تنهد كبيرة حلوة من القلب إنكم خلصتوا من بعض الوجوه المزعجي يلي كانت واقفة بدردكن عم بتحط العصي بالدولي مثل ما نحنا منقول بلبنان عم بتفركشكن عم بتختراع لكن مشاكل بس لحتى ما تخليكن تتقدموا فأنتوا وصلتوا إلى مرحلة صرتوا مرتحين أكتر وخصمكن زيح فصار بالإمكان اليوم تحديداً إنه تطلبوا مساعدة متأجلوا لازم تسمعوا الأبراج الأسبوعية لبرشكن موالي برش الحوت لأنه كل يوم شي كل يوم شي كونوا حذرين تسعة وعشرة أدار مارس بختم مع مولود اليوم إنه بانتظاره سنة سنة فيها تكون سنة احتفالات سنة بهجة سنة فرحة سنة تغيير جذري فيها تكون سنة تغيير جذري بالنسبة للكون هناك دعم للكون لما كوكب المشتري رح يوصل لبرش الدلو وهناك دعم للكون من زحل كمان لما يوصل لبرش الدلو رح بتلاقوا إنه بداية هالتغييرات فيها تكون حوالي شهر كانون الأول ديسمبر 2020 وكانون الثاني يناير 2021 من أفضل الأشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر كانون الثاني يناير شباط فبراير وحزيران يونيوم ديتمنى لجميع يوم سعيد وإلى اللقاء باي باي